موسيقى 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 مبدئيا ما بنذكرش عن اي شخصية بتبقى موجودة عندنا او اي حد من الناس اللي لجأ لنا لا اسم ولا صورة ولا عنوان احنا بنحط بيانات عامة لكل شخص بنقول مواصفات العامة يعني هو انسها اذا كانت مطلقة اذا كانت ارملة دي الصفة الاجتماعية لكل حالة من السيدات اذا كان برضو رجال بنقول مطلق او بنقول اعزب او بنقول ارملة دي الصفة العامة لكل راجل موسيقى 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 والناس اللي النهاردة عندها رغبة في الجواز طبعا بعض الناس النهاردة بتبقى عندها استعداد للسفر بر مصر فبتلجأ للأمر ده وبتبتدي تتحايل عن الناس عشان خاطر تبتدي يعني يستنزف منهم المادة أو يستنزف منهم مديات عشان يبتدي يساعدهم بس ده على الأرض الواقع مش موجود فدي من ضمن الحاجتين الأسستين اللي احنا النهاردة بنتكلم عنهم عشان خاطر في بداية الكلام يبقى كل واحد من المشاهدين نوصله المعلومة كاملة برضو حابب ان احنا النهاردة نتكلم عن حاجة بسيطة جدا ان احنا النهاردة بنحاول وقد مستطعا نقدم ما هو صادق في الأمر ده لان في الأول وفي الآخر صدقنا في الأمر وصدقنا مع الشخص اللي النهاردة بيلجأ لنا هو ده السبيل الوحيد ان احنا نوصل معاه للحاجة اللي هو بيتمنىها واللي بإذن الله هو بيبقى يعني بيتمنى ان هو يوصل لها فطبعا انا كل شخصية النهاردة بتيجي تشترك معايا بحتاج كل البيانات اللي تثبت الشخصية من حيث المقوهل الدراسي اذا كان الحال الاجتماعية اذا كان السن اذا كان النهاردة العنوان بتاع الشخص صورة كاملة عن الشخصية اللي النهاردة بتيجي تشترك عندي فكل شخص راجل او ست النهاردة بيبقى مشترك معايا وبيبقى موجود بياناته معايا فالب الجريدة بيبقى له صورة شخصية دي موجودة عندنا في الملف اللي احنا بنبتدي نعمله كل واحد واحدة النهاردة مشتركة معنا بيبقى فيه صورة بطاقة بيبين كل التفاصيل اللي احنا النهاردة محتاجين احنا نعرفها عن الراجل او عن الست اللي النهاردة بتبقى موجودة معنا فالناس دي بتبقى ناس حقيقية بتبقى ناس على ارض الواقع موجودين بنا وغسطينا وعندهم الرغبة في الجواز وبيبقى عندهم المقترة المادية على هذا الامر كل واحد النهاردة بيجي اشترك معايا برضو بيبقى مشترك بقيمة مادية كل واحد حسب ظروف وحسب طلبات وفي بعض الناس اللي بتبقى طلبة طلبات الى حد ما بتبقى فيها شوية من الصعوبة وبتضايق على نفسها الاختيارات فدي بيبقى لها تكلفة اعلى شوية من الناس اللي بتبقى طلباتها بسيطة في المجمل العام فكل شخصية نهاردة بيحدد قيمة الاشتراك عندي هي الحتة اللي احنا بنتكلم عليها طلبات الشخص في بعض الناس مثلا على سبيل مثال انسة ما سبق لاش الجواز فبتبقى عايزة اعزاب فقط وبيبقى حد على نفس المستوى العلمي بتاعها مثلا دكتور او مهندس فحطى نفسها في باب صغير خالص وده هو اللي بيخلي الموضوع في نفس الوقت بيغيب شوية لحد ما تبتدي توصله وفي نفس الوقت بيخلي مجودنا معها بيزيد فعشان كده بيتفع شوية عن الاخرين تكلفة الاشتراك عندنا في بعض الناس النهاردة بتبقى سهلة وبسيطة فبتبتدي تحط نفسها اكتر من باب يعني الباب الاولاني اللي احنا ذكرناه ان الانسة طلبة اعزاب فعشان كده قفلت على نفسها في باب واحد اللي هو الراجل اللي ما سبق لهوش الجواز الست النهاردة اللي بتيجي مثلا بتيجي تلجأ لينا وتقول لي مثلا انا ممكن اقبل بوضع مثلا مطلخ او وضع زوجة تانية او ارمل او 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 فدي فتحت على نفسها اربع ببان يعني سامحت لنفسها ان الاعزاب يتقدم لها ان النهاردة المطلق يتقدم لها يبقى الارمل والمطلق والاعزاب والزوجة التانية فاحنا كده بنتكلم على اربع اختيارات ممكن النهاردة تلاقي من وسط الناس دي كام كبير جدا من الاشخاص تتناسب معها في كل باب من الببان دي وكل شخصية من الشخصيات اللي احنا ذكرناهم هاي دي اللي احنا بنلفت نظر الناس لها ان في بعض الناس النهاردة بتقعد تقفل عن نفسها ببان وهو ده اللي بيأخر الموضوع وهو ده اللي بيعطل موضوع الجواز وفي بعض الناس النهاردة من كنت ما هم بيداقوا على نفسهم الامر فده بيأخرهم لمدة طويلة جدا وممكن ما يصادفوهش الامر اللي هم عايزينه لان بيبقى لهم مواصفات خاصة جدا ودي انا بشوفها في حد زياد الامر اللي انا النهاردة بتعرض له هي دي اللي بتأخر الدني يعني في بعض الناس النهاردة يعني مثلا على سبيل المسال ممكن اختتي تشترك معايا فتقول لي والله انا عايزة اعزب بس دكتور بس ما فيش اي حاجة غير كده يا دكتور يا ما فيش واعزب بس فيجي لها مثلا على سبيل المسال دكتور مطلق فهي النهاردة تقول لا انا عايزة واحي ما سبقلوش الجواز زي فده من ضمن الحاجات اللي بيأخر الست وبيبتدي يحطها في المراحل متأخرة من العمر فهو ده اللي انا بحب ان انا ألفت نظر الناس ليه لان كل ما كنا النهاردة بنتباوسط في الامور كل ما هنلاقي الفرص والاختيارات كتيرة جدا قدامنا وكل ما بندايق على نفسنا الاختيارات هنلاقي ان الشخص النهاردة ما بيلاقيش الفرصة دي هلا واحد كل ميت واحد او واحد كل ميتين واحد او واحد كل تلتميت واحد بيجي يتقدم لنا فهو ده الامر اللي احنا حبينا ان احنا النهاردة برضو نذكره للسيدات اللي بتبقى مشتركة معنا إن النهاردة فتح نفسك اختيار واثنين وثلاثة واربعة عشان تلاقي في كل حالة من الحالات اللي احنا ذكرناها أكتر من شخصية تتناسب معك ده بالنسبة للسعادة بالنسبة الرجال برضو في بعض الناس النهاردة بيبقى عايزين مثلا حد يعيش في مستوى ريفي يعني بعض الناس بتبقى من أقلين بتبقى محافظات فبيبقى عايزين حد من نفس المستوى بتاعهم والأمر ده يعني مش عايزين بيعضوا عن أهلهم أو مش عايزين بيعضوا عن شغلهم أو مش عايزين بيعضوا عن الجو اللي هم تأقلمه واللي هم تربه عليه فبيبتدي برضو يقفل على نفسه ببان تانية واختيارات تانية فطبعا الحاجات اللي احنا النهاردة بنذكرها دي دي مهمة جدا عشان خاطر الشخص اللي النهاردة بيجي يحاول ان هو يدور على حاجة يلاقي اختيار واثنين وثلاثة وعشرة ودي نصيحة انا بحاول اوجيها لكل الناس اللي النهاردة بتتبعنا طبعا احنا معنا بعض الحالات اللي احنا بنزلها شهرين الجريدة دي يا جماعة اللي احنا النهاردة بنبتدي نجمع فيها الناس دي جريدة شهرية بنجمع فيها بعض البيانات اللي بتبقى موجودة عندي وبتبقى ما يقرب من 10 حالات 13 حالة دي شهرين بيبقى موجود الجريدة دي في كل محافظات مصر احنا لنا شغلنا مع جريدة الجمهورية وهي الجريدة المعنية بتوزيع الشغل بتاعنا اللي هي جريدة التباط فالنهاردة موجود مثلا في أي محافظة محافظة بمصر بيتصل علي ببتدي أديله مسؤول التوزيع وبيبتدي يتصل عليه وبيبتدي أتوجه للمكان اللي هو قاله عليه اللي هو ينتمي للمحافظة اللي هو منها وبيه هيقدر ياخد الجريدة بتاعتنا وبيبقى فيها كل البيانات اللي احنا تكلمنا عنها وزي ما بقول يا جماعة وارد ان انت تلاقي طلبك وارد ان انت ما تلاقيش طلبك بس كل اللي أنا بقدر أعمله ان أنا بقدم ناس حقيقة عندها الرغبة في الجواز وبقدم من وقت للتاني اختيارات ان انت النهاردة تقدر بيها توصل للأشخاص اللي انت عايزهم ودي بتساعد الشخص النهاردة اللي بيجي يالجأ لنا ان هو بيبقى موجود معنا باستمرار لحد ما يوصل للطلب بتاعه اللي هو بيبقى بياس عليه طبعا قيمة الجريدة هي قيمة بسيطة احنا ما بنحاولش ان احنا نرفع التكلفة بتاعتها بل بالعكس احنا بنخفضها احنا الأول كنا بننزل الجريدة بسعر 300 جنيه وبعدين ابتدنا ننزل الاسعار خالص بحيث ان احنا نقرب من الناس ونحاول ان احنا نساعد الناس في الظروف الحالية اللي احنا موجودين فيها فدلوقتي سعر الجريدة موجود في كل المحافظات هي سعرها 30 جنيه ويقدر الشخص ان هو يشتريها في اي وقت ويلاقي فيها الطلب اللي احنا قلنا عليه ولو ما توفقش النهاردة ممكن بإذن الله يتوفق في الطبعة التانية لان كل طبعة بيختلف فيها عدد الناس اللي بتبقى موجودة معنا وبتبقى فيها باستمرار جديد وكل الناس اللي النهاردة بتيجي تشترك معنا من حاول نساعدهم لحد ما نلاقلهم طلبهم طبعا انا النهاردة حابب ان احنا نتكلم عن بعض الحالات اللي موجودة النهاردة معنا في الجريدة واللي حابب ان هو يشتري الجريدة هيلاقي فيها كل البيانات اللي احنا بنتكلم عليها دي وهذكر منها على سبيل مثال فيه اخت انيسة عندها 36 سنة وهي من محافظة دهلية وهي ما شاء الله على قرم الجمال وعلى قرم التعليم العالي جدا وهي شرطها الاساسي في الشخص اللي هي بتدور عليه حد يكون اعزب ما سبقلوش الجواز وحد يكون على نفس المستوى العلم مؤهل عالي زيها ويبقى النهاردة سن يتوافق من سنها يعني احنا زي ما قلنا 36 يبقى هو برضو الشخصية ما تزدش مثلا عن 40 سنة 42 سنة واهم حاجة بالنسبالها هي بتتمسك بيها ان هو ما سبقلوش الجواز دي حالة من ضمن الحالات اللي موجودة معنا في الطبعة اللي النهاردة موجودة في كل معافظات واللي حابب ان هو يتواصل معنا هيقدر بإذن الله يحصل على الجريدة وفيها بيانات الشخصية اللي احنا اتكلمنا عنها الانيسة اللي هي من دهلية واللي فيها رقم تليفون بيبقى موجود معاها بحيث ان اي حد من الناس اللي النهاردة عايز يتواصل يقدر يتواصل مع الحالة اللي فيه اخت تاني من ضمن الناس اللي موجودة معنا وهي انيسة عمدها 41 سنة وهي مؤهل عادي من محافظة الجيزة وهي بتشتغل موظفة في جهة حكومية وفي نفس الوقت سايب حتة الحالة الاجتماعية يعني ممكن اعزب زيها ممكن مطلق زي يعني مطلق من الناس اللي يتقدم لها ممكن نهاردة ارمل ممكن نهاردة كمان تقبل بوادع الزوجة التانية والاخت النهاردة اللي موجودة معنا في قلب الجريدة زي ما قلت من شوية هي مؤهل فوق متوسط وبشتغل موظفة حكومية في مكان كويس جدا واللي حابب ان هو النهاردة يقدر يوصل لها هيقدر يوصل لرقم التليفون بتاعها او بتاعها لها من خلال انه هو هيطلب مننا الجريدة اللي بيها هيقدر يلاقي رقم التليفون موجود في قلب الجريدة يقدر يتوصل معها ويقدر يعرض نفسه عليها وزي ما قلت يا جماعة من شوية هيأس انها 41 سنة عايزة واحد سنة يكون مناسب بس يعني ما يزيدش عند 50 51 سنة يعني ما يزيدش عشر سنين عن الشخصية اللي احنا قلنا عليها وفي نفس الوقت من اي مكان تقدر تنقل شغلها في اي مكان حسب ظروف الشخص اللي النهاردة بيتقدم لها زي ما قلت من شوية هي 41 سنة وهي محافظة الجيزة وهي بتشتغل موظفة حكومية وما سبق لهاش الجواز هي أنيسة وتقبل بالاعزب المطلق الأرمل وزوجة تانية كمان في نفس الوقت فده فرصة ان احنا النهاردة بنعلن عن الامر ده عشان قاتل نلفت نظر الناس اللي النهاردة تقبل بوضع الزوجة التانية او بتسعى او بتدور على زوجة تانية فيه اخت النهاردة تقبل بالوضع ده جماعة عندها 41 سنة فيه النهاردة برضو من ضمن الناس اللي موجودة معايا فيها أنيسة ما سبق لهاش الجواز عندها 47 سنة وهي من سهاج وهي موظفة حكومية في مكان كويس جدا دي برضو من ضمن الاخوات اللي مشتركة معانا في قلب الجريدة واللي بيبقى نازل بياناتها برقم تليفون بيساعد الناس ان هي تتواصل معاها من خلال النهاردة ان هو يقدر يشتري العدب من اي محافظة من محافظة بمصر هيلاقي كل الكلام اللي احنا قلنا عليه هي أنيسة وزي ما قلت من شوية هي 47 سنة ومن سهاج والنهاردة عايزة حدي يكون أعزب مطلق أرمل هي ما بتقبلش بوضع الزوجة التانية وفي نفس الوقت ما عندهاش مانع أن هي تنتقل بالإقامة بتاعتها لأي محافظة من محافظات مصر أيا كانت زي ما قلت هي من سهاج بس هي بالنسبة لها الاختيار في أي مكان ما فيش فيه مشكلة ايزا كان من أي محافظة محافظة مصر تقدر تنتقل وتنقل طبيعة شغلها وتقدر تنقل بعد كده الحياة بتاعتها في المكان اللي ربنا كتبهولها بإذن الله فنتمنى لها التوفيق بإذن الله هي والأختين قبل كده في عندي برضو أنيسة عندها 40 سنة وهي محافظة الجيزة وهي بالمناسبة جماعة معها مؤهل عالي على قرم الجمال حد جميل حد كويس من عيلة محترمة جدا وعيلة راقية جدا وفي نفس الوقت عايزة حد أعزب زيها زي ما قلنا أن هي أنيسة وفي نفس الوقت يكون مؤهل عالي وفي نفس الوقت يكون مستوى الاجتماعي والعلمي بتاعه يكون راقي حد يكون سنه ما يزيدش عن 50 سنة ويفضل أنه هو ملجيزة بس هي تقبل وضع الأعزب والمطلق والأرمى وتقبل وضع الزوجة التانية كمان وطبعا زي ما قلت من شوية جماعة لما بنوسع لنفسنا دايرة الاختيار بنلاقي كم كبير من الاختيارات فإحنا كده ذكرنا اتنين واحدة عندها 40 سنة واحدة عندها 41 سنة ويقبلوا بوضع الزوجة التانية دون من ضمن الناس اللي موجودة النهاردة معانا في الجريدة واللي النهاردة حابب أي شخص من الأشخاص أنه هو يبتدي يتواصل معهم هيلاقي رقم تلفون كل حالة من الحالتين اللي احنا اتكلمنا عنهم ويبتدي يقدر يعرض نفسه على الأشخاص اللي بتبقى موجودة معانا ببساطة احنا زي ما قلت يا جماعة اللي بيجا لجأ لنا ما بنتقيتش بمدة زمنية ما بنتقيتش بعدب من الأشخاص احنا هدفنا الأساسي ان احنا النهاردة نوصل للناس اللي جات لجأت لنا ان هم يوصلوا للشخصية اللي هم بيبمنوها ايا كانت المدة وايا كان عدد الناس اللي النهاردة بتتقدم لهم احنا كل هدفنا ان احنا اقترام حد النهاردة لجأ لنا ان احنا بإذن الله نكون معاه لحد ما يوصل للأمر اللي احنا اتكلمنا عليه ورغبته في الجواز ان هو يوصل للشخصية اللي هو بيبمنها طبعا انا عندي فيه أنيسة تانية عندها تلاتين سنة وهي عندها اعاقة بالرقبة وهي زي ما قلت يا جماعة هي اعاقة بس اعاقة بسيطة بس في نفس الوقت حبت ان انا ألفت نظر الناس ليها زي ما قلت من شوية هي أنيسة تلاتين سنة وهي مدرسة بالمناسبة من الاسماعيلية وهي عايز حد يعني يكون يقدر الامر اللي هي فيه وفي نفس الوقت ما فيش مشكلة بالنسبة لها في حتة ان هو يكون مطلق او ان هو يكون مثلا ارمل او اعزب بس حتة الزوجة التانية هي لا ترغب فيها فطبعا اللي حابب ان هو النهاردة يتواصل مع الحالة دي ويبتدي يتواصل مع اهلها او معها شخصيا هيلاقي كل البيانات اللي هو محتاج ان هو يعرف عنها وهي زي ما قلت يا جماعة هي من محافظة تسماعيلية ويقدر النهاردة يشتري الجريدة وهيلاقي فيها بيانات الحالة اللي احنا اتكلمنا عنها وفي نفس الوقت السن اللي هي حطة للاختيار للراجل النهاردة يبقى ما يزدش مثلا عن 38 سنة او 39 سنة اقصى حاجة هتبقى برضو في حدود الاربعين سنة زي ما قلنا يا جماعة ان هو يكون مقدر للامر اللي هي عليه اللي هي الاعاقة اللي موجودة عندها فيه برضو حد تاني النهاردة معانا وهو زكر هو مطلق عنده 53 سنة من محافظة الجيزة والنهاردة بيدور على واحدة تكون تتناسب معاه من ناحية السن من ناحية الاقامة هو معاه مؤهفه متوسط هو بيدور على واحدة تقدر الحياة الزوجية وبالمناسبة يا جماعة هو مطلق بدون اولاد معهش اولاد ولا حاجة وبيدور على واحدة سن يكون مناسب اي ان كان سنها مثلا من 30 لحد 35 لحد 40 حتى لو في حدود مساء 42-43 ما فيش مشكلة بالنسبة له بس المهم ان هي الاقامة هتبقى في الجيزة في المكان اللي هو بيعمل فيه واللي هو بيسكن فيه فيه برضو بعض الناس اللي موجودة برضو معايا حابب ان انا اتكلم عنهم هو فيه اخ تاني مطلق عنده حوالي 39 سنة هو محافظة المنوفية وهو عنده اولاد بس موجودين مع الام وهو بيشتغل ما شاء الله في شغل خاص وعنده مصنعه وهو ما شاء الله حد محترم جدا جد جدا في الجواز وبيدور على واحدة تتناسب معاه والاقامة هتكون في المنوفية وزي ما قلت يا جماعة كل واحد مننا بيبقى له اختيارات هو الراجل بما بقياه بيدور على واحدة سن يتناسب مع سنه زي ما قلنا ان هو سنه 38 سنة اي ان كان المهم ان هو بيدور على واحدة يفضل ان هي تكون بدون اولاد وفي نفس الوقت الاقامة هتكون في المنوفية طبعا احنا من شوية كنا اتكلمنا عن الاخ اللي هو 53 سنة اللي هو مطلق برضو هو بيدور على واحدة يفضل بالنسبة له ان هي ما يكونش معها اولاد عشان خاطر يقدر يتعايش بالوضع ده فاي واحدة النهاردة من الاشخاص اللي النهاردة هو بيدور عليها الاخ اللي هو عامده 53 سنة يفضل ان هي يكون بدون اولاد وزي ما قلت من شوية تقبل اقامة فقال بالجيزة طبقا للمكان اللي هو واخده هو ده سكنه وهو ده المكان اللي هو هيستقر فيه بحكم شغله بحكم السكن بتاعه هو ما شاء الله عنده شقته والاخ التاني اللي احنا تكلمنا عنه اللي هو من منوفية برضو من الناس اللي لها سكنها وعنده اكتر من مكان بس النهاردة هتقبل بالوضع بتاعه هتبتدي تبقى عارفة ان الاقامة هتبقى في المنوفية نظرا طبيعة شغله وطبيعة عمله طبعا انا بذكر بعض الحالات اللي موجودة معانا عشان خاطر اللي النهاردة من الناس ومن المشاهدين اللي عايز يتواصل مع اي حد من الحالات دي يبتدي يلاقي هل يترى هيتناسب معايا لو انا رحت اشتريت الجريدة ولا لأ هل يترى النهاردة الناس اللي موجودة في الجريدة تتناسب ظروفة مع ظروفي فعشان كنا النهاردة حبيت ان احنا نستعرض الحالات اللي موجودة معانا وبعض الحالات اللي موجودة معانا عشان خاطر المشاهدين والمتابعين اللي النهاردة بتتبعنا اللي حابب ان هو يتواصل معنا وعايز يوصل للجريدة وعايز يشتريها هيقدر يكلمني لان فيها ما يتناسب معنا طبعا من ضمن الحالات اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها في حالة تانية هي أنيسة 32 سنة مؤهل عادي وهي عايز حد أعزب مطلق أرمل بدون أولاد وما بتقبلش وضع الزوجة التانية وزي ما قلت يا جماعة من شوية هي من محافظة الجيزة 32 سنة معها مؤهل عادي عايز حد أعزب مطلق أرمل وما بتقبلش وضع الزوجة التانية دي برضو من ضمن الحالات اللي موجودة معايا في الجريدة وحبة أن الإقامة بتاعتها إذا كان فيه نصيب بمشاقة الله تكون قريبة من أهلها وتكون قريبة من محافظة الجيزة وهي حد كويس جدا وحد محترم جدا ونتمنى لها بإذن الله التوفيق في الأمر اللي هي بتدور عليه الإقامة بتاعتها هتبقى في محافظة الجيزة بس فدي من ضمن الحاجات اللي برضو موجودة معانا واللي زي ما قلت من شوية تقبل وضع الأعزب المطلق الأرمل والسن بتاعتها تناسب مع سنها زي ما قلنا من شوية هي عندها حوالي 32 سنة فالشخص اللي النهاردة يتقدم لها مش هيزيد عن 40 سنة وأهم حاجة بالنسبة لها أن الإقامة تكون في محافظة الجيزة عشان تبقى قريبة من أهلها وقريبة من الناس اللي هي معها في أخت تاني برضو من نفس محافظة الجيزة وهي 27 سنة وهي مؤاهل عاني وهي على قرم الجمال بالمناسبة والله يعني بدون مبالغة الناس اللي أنا بتكلم عنهم ما شاء الله يعني مستوى الجمال طبعا هو مستوى نسبي عند كل الناس إنما أنا بشوفهم من واقع يعني كشكل كراجل بيشوف واحدة ست أنا شوفهم منهم بيتمتعوا بقرم الجمال كبير قوي فبإذن الله نتمنى لهم التوفيق الأخت عندها 27 سنة وزي ما قلت يا جماعة هي معها مؤاهل عاني وعايزة حد برضو من نفس المحافظة محافظة الجيزة ما تقبلش الانتقال لأي محافظة تانية عايزة حد يكون أعزب أو مطلق أو أرمل ووضع الزوجة التانية بالنسبة لها مش مقبول وفي نفس الوقت كل الناس اللي احنا ذكرناها من شوية موجود بياناتها مع أرقام تلفونات كل حالة من الحالات دي ودي موجودة معانا في جريدة ارتباط فأي حد النهاردة من أي محافظة من محافظاتنا هيقدر النهاردة أنه هو يعرف الموجود معايا في قلب الجريدة وبالتالي يقدر يشتري الجريدة وزي ما قلت يا جماعة سعر الجريدة هو 30 جنيه هو موجود في كل محافظة في مصر وزي ما قلت من شوية كل الأشخاص اللي النهاردة بتبقى موجودة معانا بنفضل معاها لحد ما نوصل للحالة اللي هي بترغب فيها واللي هي بتتمنها بنفضل مع الأشخاص لحد ما بإذن الله نساعدهم في التوفيق فيه برضو أخت تاني عندها 32 سنة ودي عندها هي برضو محافظة الجيزة وعايز حد يكون ميسور الحال وتقبل بوضع الزوجة التانية ودي أنيسة بالمناسبة وعايز حد يكون ميسور الحال جدا 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 يعني النهاردة هي فتحة باب أن هي تاخد أعزب أو مطلق أو أرمى بشرط بالنسبة لها أن هو يكون ميسور الحال ويكون النهاردة على مستوى يعيشها في مستوى أعلى من المستوى اللي هي فيه فطبعا كده احنا عندنا ثلاث حالات من ضمن الناس اللي أنا ذكرتوها من شوية يقبلوا بوضع الزوجة التانية واحدة عندها 32 سنة واحدة عندها 40 سنة واحدة عندها 41 سنة والثلاث حالات يقبلوا بوضع الزوجة التانية بس طبعا بشروب مادية مشروب مادية فيها معناها أن هي بتأمن نفسها من الشخص وبتأمن نفسها من الحياة اللي هي دخل عليها من أن هي بتلقى الشخص النهاردة بيعيشها في مستوى كويس ونفس الوقت بيجيب لها ما يشبع رغباتها ماديا وما يشبع رغباتها اللي هي تحسسها بالاستقرار وبالأمان طبعا مشكلة الناس النهاردة اللي النهاردة بتقبل بوضع الزوجة التانية أنه هو كل راجل النهاردة بيبقى جاي عايز يتجاوز وبيبقى متخالي أن الزوجة التانية لمجرد أن هي مثلا مطلقة أو أن هي ملهاش طلوات لا برضو أنا حابب برضو ألفة نظر الناس اللي النهاردة بتتبعنا واللي بتشاهدنا أن كل واحدة النهاردة لما هتقبل بوضع الزوجة التانية بتطلب مادية كبيرة عشان تبتدي تتواصل مع الشخصية دي طبعا زي ما اتكلمنا من شوية وقلنا أن كل حالة من الحالات يا جماعة اللي بتبقى موجودة معايا بيبقى معها رقم تليفون طبعا الرقم ده مش الرقم الشخصي بتاع الحالات اللي احنا النهاردة بنتكلم عنها لا كل واحد من الناس اللي بيبقى جاي مشترك معايا بيبقى فيه رقم تليفون بحيث أنه هو يبتدي يتواصل به مع الناس عشان يبتدي يعرف ظروف الناس والناس تبتدي تتعامل معا طبعا احنا النهاردة بنتميز في الظروف اللي احنا عايشين فيها والوقت اللي احنا عايشين فيها فيه خدمات كتيرة جدا بداية موجودة على التلفونات بتاعتنا كلنا وهي بتساعد الشخص أنه هو لما يتواصل مع حد يقدر يعرف طبيعته وطبيعة ظروف وطبيعة سنه وكل حاجة فبقت النهاردة بالسهل جدا أنه أنا النهاردة لما بتكلم مع أي شخصية هيبعت لي صورة البطاقة هيبعت لي صورة شخصية لي إذا كان النهاردة قال لي أنه هو مطلق بيبعت لي أسمة الطلاق إذا كان النهاردة قال لي أنه هو أرمل فبيبعت لي برضو شهادة للوفاة للزوجة بتاعته فبالتالي بقت النهاردة وجود التلفون في حياتنا بيسهل علينا الاختيار الشخص والتعرف على الشخص بشكل أوضح وأحسن وده من ضمن الحاجات اللي احنا النهاردة بنحاول أن احنا نستغلها وأن احنا نستغلها للأصلح ونساعد بيها بعضنا ونساعد بيها الناس فكل شخصية النهاردة موجودة معايا بيبقى معاها رقم تلفون وبيبقى ده بيساعدها في أن هي تلاقي الشخصية اللي هي عايزها وتلاقي من ضمن الشخصيات أن هي تتأكد من الشخصيات تتأكد إزاي أن هي بتطلب من كل راجل النهاردة بيكلمها أن هو يصدق على كلامه اللي هو الهولى عن مواصفاته وعن سنه وعن الكلام ده كله من خلال أن هو بيبعت لها صورة شخصية لي وصورة بطاقة وما يؤكد كل البيانات اللي هو ذكرها فبقت النهاردة الموضوع سهل جدا أن الست النهاردة تتواصل مع الناس وتبقى عارفة الناس وده بيريح الناس كتير جدا كانت في الأول بتلاقي فيه مشكلة أن واحد بيقول بيانات ومش عارفة فيه فعلا صدخ للبيانات دي ولا لأ فطبعا النهاردة احنا في الظروف اللي احنا فيها وفي الوقت اللي احنا فيه بقت النهاردة فيه خاصيات موجودة في التلفون تساعدني أن أنا أتواصل مع الشخص وأعرف طبيعة الشخصية من غير ما شوفه وأشوف إذا كان يتناسب معي ويلائمني ويلائم رغباتي ولا لأ فطبعا دي من ضمن الحاجات اللي أنا برضو بالفت نظر الناس لي أن كل واحد من ضمن الناس اللي النهاردة بيروح يشتري الجريدة وبتبتدي النهاردة يتواصل مع حلم الحالات وتطلب منه الطلب لازم يبقى هو على قدر المصداقية اللي النهاردة هو عايزها فطبعا إذا كان النهاردة ذكر أنه هو مطلق لازم يثبت للست اللي النهاردة بيكلمه أنه مطلق لو ذكر أنه أعزب أو أرمل أو أي انكات الحالة بتاعته كعلمية كسنية كمؤهل دراسي كمحافظة فطبعا بيثبته من خلال الورع الرسمي اللي احنا بيقدر يبعاته للشخصيات على الرقم التلفون اللي احنا النهاردة بيبقى موجود مع كل حالة من الحالات فيه أخت برضو تاني النهاردة من محافظة القاهرة وهي 32 سنة وهي آنسة مع مواهل عالي على قدم الجمال برضو بتدور على حد يكون أعزب ما سبقلوش الجواز أو مطلق أو أرمل بدون أولاد وهي الإقامة بتاعتها هتبقى في القاهرة بالنسبة لها هي ما بترغبش في فضل الزوجة التانية فإلا حابب أنه هو النهاردة من القاهرة وعايز حد بنت ناس حد كويس حد محترم وعايز يتواصل مع الناس دي هيلقي كل البيانات دي موجودة في قلب الجريدة ويقدر يشتري الجريدة وزي ما قلت من شوية يا جماعة سعر الجريدة سعر بسيط مش مبالغ فيه هو 30 جنيه ويقدر ياخدها من أي محافظة هو فيها ويقدر يتواصل مع الناس دي ومن هنا بنحاول أن احنا نوصل لأكبر كم من الشخصيات في كل محافظات مصر كلها فبالتالي من هنا بحاول قدر مستطاع أن احنا نساعد الشخص اللي لاجأ لنا من خلال أنه هو يلاقي كل البيانات دي طبعا من ضمن الناس يا جماعة اللي برضو مشترك معايا في أخت تانية عندها حوالي 44 سنة هي أرملة وهي عندها ولدين واحد مسافر بر مصر والتاني موجود داخل مصر وهي النهاردة بتتمتع بالجمال وماشاء الله حد كويس حد طيب جدا من حفظة المنوفية وهي النهاردة بترغب في واحد يكون مثلا مطلق يكون أرملة زيها هي زي ما قلت من شوية هي أرملة وعندها 44 سنة من حفظة المنوفية وعايز حد يتواصل معها يكون على نفس المستوى المادي هي ما شاء الله حد كويس جدا وحد على قدم الجمال عايز حد يكون مصقف حد يقدر الست ويبتدي يبقى متفاهم للوضع اللي هي فيه وفي نفس الوقت يكون ميسور الحال ما عندهش مشكلة في حياتة الزوجات تانية ودي رابح حالة النهاردة بذكرها من ضمن الحالات اللي احنا تكلمنا عنها واللي هي بتقبل بوضع الزوجات تانية احنا قلنا من شوية فيه تلات شخصيات وهم كانوا أنسات واحدة كانت هعيد الكلام تاني هي واحدة عندها حوالي 40 سنة واحدة عندها 41 سنة واحدة عندها 32 سنة والاخت النهاردة اللي هي الأرمالة اللي احنا نتكلم عنها عندها 44 سنة ودول أربع حالات موجودين النهاردة موجودة معايا في قلب الجريدة وتقبل بوضع الزوجات تانية طبعا هي ما فيش مشكلة بالنسبة لها الأخت اللي هي الأرمالة اللي عندها 44 سنة انها تنتقل بالإقامة في أي مكان من محافظات مصر مفيش مشكلة بالمناسبة يا جماعة زي ما قلت هي تقبل وضع الزوجات تانية وعايز حد بيكون سن يتناسب يفضل ان هو مثلا ما يزيدش عن 53 سنة 54 سنة ويكون حد ما يسور الحال ده هم حاجة وزي ما قلت من شوية هي ما عندهاش مانع ان هي تنتقل بالاقامة في اي محافظة هي من من وفيه اه بس تقدر تنتقل بالعيشة بتاعتها في اي مكان تاني وزي ما قلت يا جماعة لو حصل نصيب هي عندها ولد مسافر بر مصر والولد التاني ما شاء الله كبير ويعني خلاص يعني عريس يعني فهو كده كده بيتعايش عيشته كاملة حياته الشخصية وبيستقلب حياته الشخصية عن الام فهي بالتالي ما عاش حد هيبقى موجود معاها لو فيه ناصيب من الناس المارضة اللي بتتبعنا واللي بتشاهدنا هيقدر يتواصل معاها وزي ما قلت يا جماعة هي هتبقى بدون اولاد يعني ولادها مش موجودين معا وزي ما قلت هي عندها 44 سنة فيه برضو اخت ارمالة تانية وهي من المحلة من الداهلية يعني وزي كان النهاردة بالفت نظر الناس دي ارمالة تانية غير الارمالة الاولى عندها تأتي 40 سنة وعندها تلات اطفال وبتدور على حد يكون ميسور الحياة لحد يكون يقدر الامر اللي فيه حد يرع اولادها هدفها الاساسي في الامر ان هي النهاردة تلاقي حد من نفس المحافظة بتاعتها لان هي اولادها في المدارس وعايزة حد النهاردة يتولها ويتولى اولادها واهم ما في الامر اللي هي بتدور عليه حد يكون اب يعوض ولادها عن فقدان الاب وزي ما قلت من شوية هي ارمالة من المحلة الخبرى وعندها 43 سنة ودي برضو من ضمن الناس اللي موجودة معنا بياناتها في قلب الجريدة وزي ما قلت يا جماعة كل حالة من الحالات دي بيبقى موجود لها رقم تليفون اي شخصية النهاردة من الشخصيات اللي النهاردة بتشاهدنا وإلي بتتابعنا واللي عايز يتواصل لحالة من الحالات اللي احنا ذكرناها هيقدر النهاردة يشتري الجريدة من المكان اللي هو يتبع له وبالتالي هيلاقي كل الحالات اللي احنا ذكرناها بما فيها رقم تلفون يقدر يوصله بالشخصيات طبعا جريد ترتباط يا جماعة الحمد لله احنا زي ما قلنا بنحاول ان احنا نساعد بها الشخصيات اللي النهاردة بتبتدي تشترك معنا بحيث ان احنا النهاردة نوصل صورتهم ورؤيتهم وطلواتهم لكل الناس في كل مكان وفي كل محافظات مصر وبالتالي هو ده الهدف الاساسي من البرنامج ان احنا بنحاول نوسع دائرة الاختيار ونحاول نوسع دائرة الانتشار وان احنا نلاقي وسط الناس اللي احنا موجودين منها كام كبير من الاختيارات فعشان كده النهاردة اللي حابب ان هو يتواصل معنا واللي حابب ان هو يسجل بياناته معنا بحتاج منه صورة بطاقة صورة شخصية بحتاج منه مقابل مادي ببتدي اساعد بها الشخص لحد منوصله للأمر اللي هو عايزه طبعا زي ما قلت وبلفت نظر الناس اللي بتتبعنا وبأكد على المعلومة دي احنا ما بنسخرش اسماء للشخصيات ما بنحطش اي صورة للشخصيات ما بنحطش اي عنوان بس بنحط رقم تليفون بحيث ان النهاردة اي واحد يقدر يتواصل من خلال رقم التليفون ويبتدي يعرض نفسه على الحالات دي ويبتدي يقول مواصفاته يقول طلباته ويبتدي يزبج جديته من خلال الورق اللي النهاردة بيبتدي يبعطه لكل حالة من الحالات فيه طبعا برضو فيه اخت تاني تسعة وثلاثين سنة وهي من الجيزة وهي على قدر من الجمال وهي غير محجبة وهي زي ما قلت من شوية من الجيزة وتسعة وثلاثين سنة وما عندهاش معنى انها تبقى اعزب مطلق ارمل وتقبل وضعها الزوجة تانية بس الاقامة بتاعتها هتبقى في الجيزة فيه برضو من ضمن طلباتها ان هي تحتفظ بحتة مهمة جدا وبلفت نظر الناس ليها هي غير محجبة هي غير محجبة وهي حابة النهاردة توضح الرؤية دي عشان خاطر النهاردة الناس اللي بتتبعنا في بعض الناس النهاردة بتبقى بترغب في الحجاب او بترغب في النقاب او بترغب في اي شكل من اشكال اللي فيها الاحتشام هي النهاردة حابة ان هي تبقى بنفس الصورة اللي هي عليها ولما يجي الامر والقرار باذن الله في الحجاب بيبقى هي ده نابع منها مش نابع من فرض شخص عليها فهي النهاردة زي ما قلت تسعة وثلاثين سنة وهي من وسط راق جدا وحد على مستوى من الجمال والتعليم وهي زي ما قلت من شوية عايز حد يكون على نفس المستوى وهي ما عندهاش مشكلة في حتة الزوجة التانية ممكن اعزب مطلق ارمل ايا كانت ظروف المهم انه هي غير محجبة وعايز حد مستوعالي ويقبل بالوضع ده فيه اخت تانية 38 سنة وهي موظفة حكومية وعايزها زي ما قلت من شوية هي انيسة 38 سنة وعايزها حد يكون اعزب فقط ويفضل انه هو من محافظة القاهرة لا سوري ما عليش انقاس من محافظة الجيزة وهي موظفة حكومية وهي وحيدة والدتها وهي زي ما قلت من شوية انيسة عايز حد يكون اعزب او مطلق او ارمل ويكون من نفس المحافظة وزي ما قلت هي طلبتها الاساسية ان هو يكون من محافظة الجيزة لان هي زي ما قلت يا جماعة من شوية وحيدة والدتها وما فيش حد يقدر يتابع والدتها ولا يرعاها اللي هي فعايز حد من نفس المحافظة ويفضل الجيزة طبعا عشان خاطر قربها من والدتها وقربها من شغلها وهي موظفة في مكان كويس جدا في شركة من شركات القهربة اللي هي الخاصة بالدولة ونفس الوقت زي ما قلت من شوية هي حد محترم جدا وبانتعالة جدا وحد ما يصور الحال فعايزها برضو حد يكون ما يقلش عنها وعن المستوى اللي احنا ذكرناها طبعا الحالات اللي احنا اتكلمنا عنها كل الحالات اللي احنا ذكرناها دي موجودة معانا في قلب جريدة ارتباط وكل حالة بيبقى موجود لها مواصفات مثلا طول وزن المؤهل الدراسي الحال الاجتماعية اذا كانت انيسة مطلقة او ارمال او اعزم او مطلقة او ارمال في نفس الوقت النهاردة بيبقى موجود المحافظة اللي هي بينتمي منها الشخص او بينتمي لها الشخص فبالتالي بنوضح برضو الحتة المهمة جدا اذا كانت هي تقبل الاقامة في نفس المحافظة ولا تقدر تنتقل في اي مكان تاني من ضمن الناس برضو اللي موجودة عندنا يا جماعة والنهاردة مشتركة معانا هي اخت ارمالة عندها اتنين وخمسين سنة وهي من سوريا ومن المناسبة فيه ناس كثيرة جدا بتتصل عليها بتسألني هل يا ترى موجود لديك ناس مشتركة من سوريا طبعا السوريين معروفين بنسبة الجمال ونسبة الاحترام فطبعا كل المصريين بيتمنوا ان هم يلاقوا اخت سورية يقدروا يرتبط بيها بس احنا من خلال وقعة شغل بتاعنا ما توفر ليش على مدار الفترات اللي فاتت الا هي الاخت اللي احنا بالنهاردة بنتكلم عنها وهي موجودة في سوريا والمفروض ان هي نازلة مصر في شهر 12 واللي النهاردة تقبل ان هي تبقى زوجة تانية ما فيش مشكلة بالنسبة لها عايز حد يكون مطلق او ارمل ما فيش مشكلة لو زوجة تانية ما فيش مشكلة وزي ما قلت يا جماعة من شوية هي سنها 52 سنة وهي سوريا ما عاش اولاد وما عاش اي حد خالص طبعا الظروف الحرب اللي موجودة في سوريا يعني كانت سبب اساسي وعامل اساسي في ان ما عاش اي حد من اهلها فالنهاردة اللي حابب ان هو يتواصل معنا يبقى عارف ان هي موجودة حاليا دلوقتي في سوريا وهتبقى موجودة بمشيئة الرحمن في شهر 12 هنا موجودة في مصر بس طبعا احنا بنبقى منازلين رقم تليفون ليها موجود في قلب الجريدة بحيث ان النهاردة الشخص يقدر يتواصل معها من خلال واتساب يقدر يعرض نفسه عليها يقدر يتكلم معها يقول لها ظروفه يحكي معها يقول لها الدنيا هتبقى تتماشى ازاي يقول لها يعني الانقامة هتبقى فين العيش هتبقى ازاي كل الكلام ده النهاردة بقت سهلة وبسيطة ان احنا نتواصل مع اي حد من اي مكان من خلال التليفون اللي بقى فيه خاصيات كتيرة واللي بقى فيه برامج كتيرة بتساعدنا مع التواصل مع بعضنا من اي مكان جوه مصر وخاري مصر فطبعا دي من ضمن الحالات كده دي خامس حالة بتقبل وضع الزوجة التانية وانا النهاردة حابب ان احنا النهاردة نلفت النظر للناس النهاردة اللي بتسألني باستمرار والاكتر المشتركين عندي بيبقى عايزين زوجة تانية كل حالة من الحالات اللي الموجودة النهاردة معايا حبيت ان انا اسخورها النهاردة من ضمن الناس اللي موجودة معايا حوالي خمس حالات سيدات تقبل بوضع الزوجة التانية اخت عندها زي ما قلت من شوية 32 سنة واحدة عندها 40 سنة واحدة عندها 41 سنة وفيه ارمالة عندها 44 سنة وفيه ارمالة تانية عندها 34 سنة والخامس حالة موجودة ذكرناها من شوية هي الأرمالة السورية اللي موجودة خارج الوطن واللي هي بإذن الله على الصدد ان هي تبقى موجودة هنا عندنا في مصر وهتبقى اذا كان في نصيبه عمر تقبل برضو بوضع الزوجة التانية فيه برضو يا جماعة من ضمن الناس اللي موجودة معي والاستحضاريتنا دلوقتي هي أخت مغربية موجودة حاليا في مصر وهي عايزة أعزب مطلق أو أرمل هي زي ما قلت يا جماعة هي أنيسة عندها حوالي 40 سنة وهي وصول مغربية وموجودة في الوقت الحياة هنا موجودة في مصر وهي عايزة حد ما يصور الحياة لحد سن يتناسب مع سنها بالنسبة لها وضع الزوجة التانية ما فيش مشكلة بالنسبة له المهم أن هي حد يكون على قدر من المسئولية ويقدر الأمر اللي فيه طبعا معروف عن المغربة وعن الأخواتنا في المغرب العربي أنهما بيتمتعوا ما شاء الله بحاجات كتيرة جدا كويسة من ضمنها أنهما سيدات بيوت على درجة عالية جدا من الالتزام في البيت وأنهما بيحافظوا جدا على بيوتهم وزي ما قلت هي أختها موجودة هنا في مصر وهي عايزة تعيش هنا بإذن الله ولو جات الفرصة النهاردة لحد يكون كويس عايز يعني يرتبط بواحدة مغربية موجودة هنا عندنا في مصر هيقدر ييجي وهيشترك ونبتدي أن نوصله بالحالة دي طبعا أنا برضو بالفت نظر الناس اللي النهاردة بتتبعنا واللي بتشاهدنا اللي حابب النهاردة يخش معنا في مداخلة هيقدر يتواصل معنا على الأرقام اللي موجودة دلوقتي على الشاشة وهم رقمين 010 و011 وبيها نبتدي نعرض ظروفه على الهوى ونبتدي نخش معاه في المناقشة بحيث ان احنا نوصل صورته للناس اللي بتتبعنا اللي حابب النهاردة ان هو يتواصل معنا ويتواصل معايا وقت البرنامج أو بعد البرنامج هم الرقمين اللي موجودين دول هم الأرقام اللي أنا بتلقى عليهم الاتصال وبيها ببتدي أساعد الشخصية اللي النهاردة لجأت لنا في ان احنا نوصل للأمور اللي احنا بندهر عليه طبعا من ضمن الناس اللي موجودة معايا في قلب الجريدة واللي النهاردة مشتركة معايا هو حد موجود بر مصر وراجل اعمال ما يصور الحال جدا جدا من اصول في الاصل من السعيد بس هو قاعد في المملكة العربية السعودية وزي ما قلت يا جماعة حد ما يصور الحال جدا ويعني حد بيتمتع بالصدخ وبالاحترام وانا من ضمن الناس اللي أنا بشوفها ان بإذن الله لو فيه نصيب وربنا كتب نصيب لوحدة من الناس هتلاقي بإذن الله عيشة محترمة عيشة سرية عيشة فيها يعني قدر من الراحة لان هو حد صادق حد محترم وزي ما قلت يا جماعة هو 37 سنة وبيشتغل بر مصر وهو قدامه تقريبا سنة بالزبط وهيبتدي هينقل شغله كله هنا في مصر بشكل مستمر والاقامة بتاعته هتبقى بين منطقتين يا اما القاهرة بحكم شغله انه هو عنده مقاولات هنا موجودة في القاهرة في حي مصر الجديدة او عنده مكان تاني خاص به بيبتدي بيشتغل فيه وعنده استثمارات فيه هي الغرداء فالستة اللي النهاردة هتقبل وضع الزوجة التانية هو زي ما قلت من شوية هو رجل اعمال بيشتغل بر مصر وهو في الاصل مصري وبينقل بإذن الله في خلال سنة كل شغله من السعودية لمصر هو عايز واحدة زوجة تانية عايز واحدة سنية تناسب مع سنه زي ما قلت من شوية يا جماعة هو 37 سنة وهو النهاردة بإذن الله على مدار الفترة اللي احنا بنتكلم عليها هيبقى متواجب معنا الشهر اللي جاي وزي ما قلت من شوية هو عايز زوجة تانية حد يكون على قرم الجمال حد يكون على قرم العفة حد يقبل وضع الزوجة التانية وبالتالي يقدر النهاردة يتواصل معه الزوجة الاولى زي ما قلت يا جماعة هي في الاصل من سعيد مصر وموجودة هناك والاقامة بتاعتها هناك وهو عايز حد يكون اذا كان في نصيب بمشيئة الله يتواصل معه الاقامة بتاعته هتبقى ايما في القيارة ايما في الغرداء حاجة من الاتنين وده زي ما قلت يا جماعة عايز واحدة تقبل وضع الزوجة التانية وبتمنى بإذن الله ان احنا نتوفق في ان احنا نلاقي لكل شخص النهاردة لا جألية الطلب اللي هو بيدور عليه وطبعا انا برضو من ضمن الناس اللي انا حابب ان انا النهاردة اتكلم عنهم وحد برضو من ضمن الناس المشتركين معايا هو اخ بيشتغل بر مصر وهو دكتور ما شاء الله بشري وهو عنده حوالي 36 سنة وهو مطلق كان متزوج من اخت اجنبية وما حصلش نصيب في ان هو يعني ينجب منها ولا حاجة وانفصل عنها وهو موجود في انجلترا وهو زي ما قلت يا جماعة دكتور بشري واللي حابب ان هو يتواصل معاه هيقدر النهاردة ييجي هيشترك هنبتدي نوصله بالشخصية دي هو طلباته ان واحدة تكون دكتورة داني مرة واحد بالنسبة له مهندسة حد يكون على نفس المستوى وهتقبل الاقامة والعيشة بر مصر وهو معا الاقامة الكاملة هناك في انجلترا وهو مقيم هناك واللي النهاردة حابب ان هو يتواصل معاه هيبتدي النهاردة هيجي هشترك وهنبتدي نوصله بإذن الله بالشخصية بس اهم حاجة بالنسبة له ان الاقامة هتبقى خارج مصر يعني مفيش واحدة نهاردة من ضمن الناس هتيجي تقول انا عايزة ابقى مقيمة اولية هنا في مصر لا هو اقامته كاملة هناك هو مقيم هناك بشكل دائم وما شاء الله ليه شغل هناك وبيحضر كمان دراسات عليا وموجود هناك بقالوف فرطة طويلة وزي ما قلنا يا جماعة الناس اللي النهاردة موجودة معنا هنقدر نتواصل مع بعض من خلال ارقام التلفونات اللي بتبقى النهاردة بتسهل وصول بعضنا لبعض ومن هنا بنقدر نعرض ظروفنا وبنقدر نتكلم مع الحالة وبنقدر نقول مواصفاتنا ونقدر نقول طلباتنا وهو ده الهدف من جريدة ارتباط واحنا طبعا لنا صفحتنا على الفيسبوك باسم جريدة ارتباط للزواج اللي حابب ان هو يخش ويسترجع معنا بعض الحالات اللي بتبقى موجودة معنا طبعا احنا بنوصق بالصفحة دي كل شغلنا يعني احنا هدفنا من الصفحة ان احنا النهاردة نحاول نقدم شكل مواصف لكل الكلام ده ان كل الحالات اللي بتبقى موجودة معنا واللي احنا النهاردة تكلمنا معها على مدار الفترات الفاتب بتبقى موجود معنا فيديوهات لينا بدنبتدي نستعرف بها الحالة وطلباتها وهي بتتكلم عن نفسها وهي بتقول طلباتها ورغباتها في الجواز وفي نفس الوقت هي دي التاريخ اللي احنا بنقدمه لما ييجي نهاردة واحد من الناس او اي شخصية من الشخصيات بتتكلم معنا بيبتدي النهاردة بيلاقي النهاردة الكلام بتاعنا من خلال ان كل واحدة النهاردة ذكرتها من الشخصيات دي بموجودة معانا في فيديو بتتكلم عن نفسها بتقول طلباتها بتقول رغباتها بالتالي هي دي الطريقة اللي احنا النهاردة بنوصق بها شغلنا صفحة جريد الترتبط للجواز وانا تملي باستمرار بحاول ان انا ابعد عن الناس اللي بتبتدي تاخد الموضوع بمحمل التسليل يعني بلاقي بعض الناس بعض الاشخاص بتحط ارقام او بتتسلى بتعليقات ما بتبقاش لذيذة ولا ظريفة فاحنا بنمنع التعليقات خالص بس احنا عاملينها لمجرد العرض عشان خاطر لما ييجي حد من الناس يشترك معانا يبتدي يبقى عارف ان ايه الموجود عندنا و ايه المتحمل معانا وطبعا انا سعدت باللقاء مع كل الناس اللي كانت بتبعنا وكل الناس اللي بتشاهدنا واتمنى ان احنا نكون وصلنا صورة كاملة واتمنى باذن الله ان احنا نكون عند حصن ظنك وشكرا ليكم وشكرا لحصن التابعة السلام عليكم